السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة حلويات اقتصادية وراقية لأم يارا اليوم جبت لكم وصفة الحلوة بسيطة المقادير التحام توفرها في كل منزل وهذا الحلوة سهلة تحضير حلوة يومية رح تكون بالزيت وكما قلت لكم تحضر في وقت قصير والبنة التحام زافهاينا بالنسبة للمقادير هاد الوصفة نحتاجه زوج حبات بيض نزيد عليهم كاس غربة سكر عادي يعني سكر حبيبات مشي سكر غلاس نزيد مغرفة صغيرة لافاني ومغرفة صغيرة مبشور ليمون وقرصة ملح نخلط هاد المكونات جيدا اهنا يتحبو تستعملوا الباتور كما تقدروا تخدمو بالفوي الليسانسيال تبقى وغير تضربو تضربو حتى تحسو الحبيبات تاع السكر بداو ينحلو اهنا عكا بقيت نضرب وزيت للخاليط كاس غربة زيت ودايما حجم الكاس 220 ميلي لتر ونبقى نحط في هذاك الزيت غير بكميات قليلة ونضرب حتى نكمل كامل الكمية كمان دايما نقول لكم من اسرار ناجحة حاجين للزيت ان الزيت ما نحطوهش دفعة واحدة ومن الاحسن الزيت يكون بارد يعني يحطوه من قبل في الثلاجة باش تخدمو به زيت تدربت هاد الخاليط مليح وبعد ننحي هنا يا الباتوغ منزيتش نخدم به وجبت هنا يا بيسكوي جاف بالحالب انا في هاد الوصفة رح هنستعمل هاد النوعية تاع ايقال كنت دي جاوريت لكم هاد البيسكوي من قبل وقلت لكم يجيب زاف هاي الفليغاتو يعني تقدرو يديرو به تحليات كما تقدرو يديرو به تانيك حكا حلويات جافة نشد هاد القاتو ونرحيه هنه تحبو ترحو فروبو كما تقدرو تحطوه في صاشي وتضربوه غرب الحلال عكا كي شغول ماكم تحلوه في العجينة رح يعني بالخف يتفتت معاكم انا هنه يرحيتو وندي منو كاس غربة ونزيد عليه كاس غربة نيشاء ونزيد مغرفة كبيرة حليب بودرة اهنا بزاف رح يسقسوني وش الدور تحليب البودرة انا يعني مع التجربة تاعي في صناعة الحلويات لقيت باللي حلوة الزيت كي تزيدولها مغرفة على لحظة رح تجيكم طرية وتبقى لكم طرية لمدة طويلة والناس اللي ما يحبوش الحلوات تحهم تكون طرية يعني يحبوها تقرمش ما يديروش هناي المغرفة تاحها لبودرة خلطت هذو كل مكوينة مليح وبعد نبدأ نزيد في الفارينة نفرغ هناي الكاس اللي ولتع الفارينة ودايمن يكون ممسوح ونوجد هناي الكاس تاني ما نحطوش دوكا اون بعدها ونحط غير بشوية ونطم نزيد عليهم مغرفة صغيرة خميرة كيميائية ونبدأ نطم في العجينة هناي العجينة راهي مازالها مخصوصة فارينة لهذه نزيد الكاس تاني وهنا العجينة اللي لازم تتحصلوا عليها تكون طرية بزاف وتتلاسق كما نعرفو العجينة تعزيت بالخف تشرب على هذي ما لازمش تبقعو في الغلطات اللي تكتروا الفارينة وتبينلكو ماي طرية كي تنشف تبدأ تتفتت والزيت يخرج لا لا انا هنا زوج كيسان فارينة كانوا كافيين وتحصلت على العجينة طرية بزاف دوك هكا مانبا واحد دقيقة تبدأ تنشف وتشد روحها نبدأ نشكل في كوريات هنا الكوريات ديروهم حجم بين ثمانية وعشرين حتى الثلاثين قران شوفوا العجينة كي راهي طرية يعني نتحكم فيها كي ما نحب وما راهوش يخرج كامل من هالزيت وهنا اذا حبيتوا هاد الوصفة مكتوبة بالتفصيل راح تلقاوها في الكوكباد هاد الموقع اللي دايما نحكي لكم عليه موقع عربي لهوات الطبخ راح نخلي لكم في صندوق الوصف رابط تحميل الكوكباد كي ما نخلي لكم رابط هاد الوصفة مكتوبة بالتفصيل وهنا بعد ما كملت شكلت كامل الكوريات وتحصلت على 28 حبة نشد كل كورية ونعملها هكا على شكل حربوج صغير كي ما تقدرو تخلوهم هكا كوريات ديرو لهم ثقب في الواسط ولا تخلوهم غير هكا يعني هذي حاجة اختيارية صح انا يا صراحة هاد لي قاتو الساك سختو تعزيت ما نحبهم ش يكونوا كورية ما نحبهم كيكونوا هكا طوال نكملهم كامل بنفس طريقة ومبعد ندخل هاد سنيوة الفرن اللي كون شعلته مسبقا على درجة حرارة 160 درجة نشعلهم من تحتا غير نشوف الحاوف بدوي صفارو نشعلهم من فوقا غير شوية برق ونجبدهم هنا ما لازمش طيبوهم بزاف باش لقاتو ما يجيكمش يابس هاوليك لقاتو تاعي بعد ما طاب خليتو برد وشوفو كيفاش طيبتو غير بصفور يا برق نحطو حكا بجيها ومن جيها اخرى جيبت هنايا كمية تاعة توفيا كراميل ولا نيسلي كراميل ولا تقدرو ديرو معجون يعني ديرو شي يكون عندكم انا هادي منيسلي كنت خدمتو معاكم من قبل وعندي هنا يا شوية تاع كاوكاو اللي كنت حمصته بقشوره وهنا شوية كاوكاو اللي محمص بلا قشور كل حاجة كانت بقتلي شوية قلتها يا بروفيتي ونخدم بيهم نجيب هنا بانسو ونشد الحباتة على قاتو ندهن لها الوجه التاحة كامل بتوفيا كراميل كما قلتلكم تقدرو تعاوضوها بالمعجون كما تقدرو معجون وزيدولو شوية حلوة الترك وحركوهم مليح تانيك هيعطيكم ذوق شباب ونرمدها في الكاوكاو اللي تقدرو تعاوضوه بجوز الهند ولا تقدرو ديرو قفرد نكمل نرمدهم كامل بنفس طريقة ونوريهم لكم في طبق التقديم وقبل ما نوريكم حلوتنا في شكلها النهائي حبيت هنايا نشرب معاكم هاد لا تيزان تا اغبو نيسانس اللي هي اسيدو بازيك هاد تيزانا مليح بزاف للناس اللي يعانيوا من مشكل الحموضة والحرق يعني الناس اللي يشدهم الحرق بزاف كي يكلوا الحرور يكلوا يعني حاجة ما توالمهمش هاد تيزانا اللي ما يتناولوها رح تنظم لهم درجة الحموضة في المعيدة انا شخصيا جربتها شحال ما الخطرة ويعني ضغيموا عطتني نتيجة مذهلة وبالنسبة لطريقة الاستعمال حاجة سهلة جيبوا كسمة صخون يكون يغلي وتحطوا كيس من هاد لا تيزان وتغطوا عليها مدة خمس دقايق وتناولوها بعد الاكل هاد تيزانا طبيعيا مية بالمية ما فيها حتى مواد كيميائية ولا محافظات مخدومة غير بالاعشاب يعني ما عندكم ما تخافوا وكيما قلت لكم النتيجة تاحا مضمونة مية بالمية هاد تيزانا متوفرة في الصيداليات يعني دايما في التعليقات يقولوا لي وين نلقاها تتباع تتباع في الصيداليات وسعر تحا 45500 نعود نولي لهنا الحلوتنا بعد ما كملتها وزينتها بخطوط من شوكولة شوفوا شكل تحاش حال جاي شباب جاي شاهي وممذوق تحا يعني جاه هايل نقسم لكم هنا حبا باش شوفوا هاكفش جات طرية ما جايش كامل يابسها يعني كاين بزاف ناس دايين نظرة باللي حلوة الزيت جاي يابسها لا لا لو كنتبعوا كامل نصائح وتتقيدوا بالمقادير راح تحصلوا على حلوة الطرية والدوب في الفوم وصلنا دو كان نهاية وصفتنا لنا هاليوم نتمنى انها تكون عجبتكم واذا عجبتكم متنسوش تجربوها وتبعتولي تطبيقاتكم عبر الكوكفاد دو كما بقالي غير نقولكم طلو في روحكم نتلقوا ان شاء الله في وصفة اخرى عن قريب مع سلامة